السلام عليكم متابعي قناة زيرتك بلاي ستيشن 5 أو كما تم تسميته من قبل العدد من عشاق الألعاب أو فيديو جيمرز بالجهاز الأسطوري الخاص بالألعاب الإلكترونية في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على أحداث الأخبار حول هذا الجهاز ومتى سيتوفر بالإضافة إلى الأسعار المختلفة التي يتحدث عنها الجميع لكن قبل كل شيء لا تنسى زيارة موقعنا الإلكتروني www.zertek.com وذلك لك تتوصل بكل جديد في عالم التقنية الآن الخبر أصبح رسميا وسيتم إطلاق أحدث جهاز الألعاب في شهر ديسمبر 2020 أي في فترة الأعياد وسيكون رسميا تحت اسم بلاي ستيشن 5 من تطوير شركة سوني من المنتظر أن يحقق الجهاز مبيعات كبيرة جدا خاصة أن الشركة اعتزمت إطلاق الجهاز بمواصفات حديثة وتقنية معززة للواقع الافتراضي بحيث سنجد معالجا من بين أحدث المعالجات القوية المتوفرة إلى الآن وسيدعم أيضا تقنية أو جودة الـ 8K أي سيكون أفضل بكثير من البلاي ستيشن 4 برو الذي كان يدعم فقط تقنية الـ 4K ربما مرت عليك هذه الصورة أو هذه الصورة وحتى هذه الصورة جميع هذه الصور تقدم لنا تصميم تقريبية الذي تعتزم شركة سوني الإعلان على الجهاز به وربما تجدونه تصميم غريب نوعا ما لكن المصممين اختاروا هذا التصميم من أجل الحصول على مخارج أفضل للحرارة الصادرة من الجهاز وبالتالي لن تعاني أبدا من مشكلة ارتفاع الحرارة أو الصوت المزعج الذي يصدره الجهاز أثناء تشغيل ألعاب قوية بالإضافة إلى أن الشركة أيضا بينت ورسميا أن الجهاز سيدعم تشغيل جميع ألعاب PS4 وهذا شيء ممتاز جدا بالنسبة لللاعبين كذلك سيكون هناك تغييرات كبيرة بوجهة المستخدم بحيث تصبح عصرية أكثر ديناميكية ومتفاعلة مع اللاعب وتخبره بمعلومات عن الألعاب ونشاطات الأصدقاء الخاصة به وأخيرا وربما الأكثر أهمية وهي يد تحكم الجهاز التي ستحصل على تطويرات عديدة لتعزيز طريقة الغماس اللاعب باللعب وتقوية شعوره مع تجربة اللعبة بداية تم استبدال تقنية الاهتزاز التي وجدت باليد بتقنية أكثر تطورا وهي تقنية اللمس والتي تدعمل على وضع مستقبلات في الأجسة الإلكترونية للاستجابة لملمس البشرة والضغط الناتج عنها ولهذا ستكون يد PS5 أثقل وزنا من يد PlayStation 4 وستكون الشحن عن طريق كابل USB Type-C وكذلك تحسين في النظام الصوتي الخاص بها التحسين الآخر يخص أزرار الـ R2 والـ L2 حيث يتم تصميم تقنية تجعلها حساسة لقوة الضغط عليها عبر وجود مقاومة تستشعر شدة الضغط وبتالي إعطاء أوامر مختلفة في الختم جهاز PlayStation 5 سيكون متوفرا في فترة الأعياد لسنة 2020 في نفس الوقت الذي ستعلن شركة مايكروسوفت على الجهاز الألعاب الجديد والذي سيأتي باسم Microsoft Scarlett وكل هذا سيكون في سعر 500 دولارين أمريكي إلى ذلك الحين سنحاول تقديم أحدث الأخبار المتوفرة حول كل الجهازين إلى ذلك الحين كان معكم إيهاب من قناة تير تيك نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته